موسيقى مشاهدنا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعين ملاعب حلقة كالعادة نتناول فيها أبرز مواضيع الساعة عربيا وعالميا من طبيعة الحال الحادث الأبرز هذه الأيام كأس أمم إفريقيا بطولة سنخصص لها الحلقة بالكامل سنتحدث في البداية عن أجواء البطولة بشكل عام شكاوى وانتقادات بالجملة سوء الفناديق صعوبة التنقل بالنسبة للمجهجين والمنتخبات وحسب التتاح لو وصفنا بالمتوضع سنكون قد أسدين خدمة لألقابون سنناقش في هذه الفقرة جدوى إقامة بطولة في هذا البلد وكذلك في هذا التوقيت كل عامين بدل أربعة نتحدث بعد ذلك في هذه الفقرة عن أداء المتخبات العربية أربعة المشاركة المغرب تونس الجزائر مصر المغرب تخست مبارايتها الآن تونس خصلت المباراة الأولى الجزائر تعدلت ومصر تلعب الثلاثة سنتحدث عن الأداء واناعتماد المدربين على اللاعبين العرب بدل اللاعبين المحلين الاعتماد على المحترفين نتسأل من الأقدر على تحقيق الحلم العربي باللقب اللاعبين المحترفين أم المحليين ونختم الحلقة بموضوع شائك ومثير للجدل قضية حقوق البث التلفزيوني لبطولة البعض لجأ إلى طريقة غير قانونية لبث المباريات مباشرة على حساب التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك بدعوة مواجهة ما يسمونه بالاحتكار وضع يطرح عدة تساؤلات عن حدود التنافس التجاري وحق المواطن العربي في مشاهدة مجانية للأحداث الرياضية الكبرى كما أشرت مشاهدين حلقة اليوم بالكامل سنخصصها لبطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في القابون مع التركيز من طبيعة الحال على المنتخبات العربية الأربعة المشاركة المغرب تونس الجزائر ومصر لهذا سنحاول نقل صوت مشجعي هذه المنتخبات من المغرب مع ضيفنا من العاصمة الرباط الناقض الرياضي محمد مغودي ومن الجزائر العاصمة الإعلامي بجريدة الخبر الجزائري رفيق وحيد ومن مصر رئيس تحرير صحيفة أخبار الرياضة المصرية أيمن بدرة ومن دبي الإعلامي الرياضي التونسي ظفر الله المؤدن إذن مرحبا بكم جميعا فقط قبل مشاهدين ضيوف الكرام قبل بداية هذه الفقرة هذه الدردشة هذا النقاش فقط أذكر مشاهدين بأن المباراة التي تقام في هذا الوقت تقام حاليا بين المغرب ومنتخب الكونغو الديمقراطية عن المجموعة الثالثة النتيجة ما زالت متعادلة سلبا بصفر لمتلا بين المنتخبين مباراة جد مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي خصوصا وأن المباراة الأولى انتهت هي الأخرى بالتعادل سلبا بين منتخبين الكوديفور والطوغو إذن أبدأ مع ضيوفي أرحب بكم مجددا أريد أن أسمع فيها الأول أسمع صوت ضفر الله المؤدن من دبي ضفر الله تبعت العديد من البطولات الإفريقية تقريبا في كل بلد الإفريقي في معبضة البلد الإفريقية ما رأيك في البطولة حتى الآن؟ أتكلم من حيث التنظيم وجاهزية القابون لإستضافة هذه البطولة مع الأسف وهذه الاستوانة قد تكون مشروخة تحدثنا كثيرا عن تنظيم البطولات في القارة السمراء باستثناء بعض النسخ القليلة والنادرة والتي تعد على الأصابع كانت ناجحة بقيت دورات المسابقات التي قيمت خاصة في أدغال إفريقيا للأسف لم تكن ناجحة وهذا يعود لأسباب معروفة لدى الجميع هذه الدول الإفريقية تعاني من أزمات اقتصادية وبالتالي فإنها ليست قادرة على توفير المنشآت اللازمة وسائل الراحة مثل الفنادق المتوافقة للفرق مثل يعني كل وسائل الراحة التي تطلبها المنتخبات المترفها إذن يجب أنا برأيي إعادة النظر في إقامة هذه الدورة عوض أن تقام لمدة سنتين تقام لمدة أربع سنوات وهكذا عندما يمنح تنظيم هذه الدورة لإحدى الدول الإفريقية أمامها متسع من الوقت لكي تستعد وتقدم فنادق في المستوى وتقدم بنية تحتية جيدة لأن كرة القدم هي الآن صناعة أصبحت وبالتالي لا يجب أن نبقى هوات في التنظيم وبالتالي أرى أن على الاتحاد الأفريقي وعلى عيسى حياته الذي لا زال يتربع على عرش الكرة الأفريقية أن يفكر في تغيير أو اقتراح تغيير التوقيت الزمني للبطولة بحيث تقام كل أربع سنوات شأنها في ذلك شأن البطولات الأوروبية وبطولة كهس العالم أيضا نعم الرفيق بالنسبة لفقط رفيق قبل أن تنتقل إليك فقط مشاهدين أذكر بنتيجة المباراة النتيجة الآن تشير إلى تقدم الكونجو الدموقراطية بهدف دون رد في هذه المباراة الأولى والمهمة للمتخب المغربي إذن المغرب يتخلف بهدف دون رد مع بداية الشوت الثاني رفيق بالنسبة للبطولة الإفريقية المقامة حاليا في ألقابون هناك شكاوى من المواصلات هناك الإقامة حتى بغض نظر عنه التوقيت ألم يكون من الأفضل بالنسبة للاتحاد الإفريقي برئاسة عيسى حياته أن يمنح أو ينقل هذه البطولة إلى بلد آخر جاهز للإستضافة بدل من الإصراع التقديمي في بلد يمزقه الإنفلات الأمن هناك خطر عن المباراة المتقدمة نعيش كل يوم وننتظر ماذا سيحصل في اليوم الثاني أكيد ليست المرة الأولى التي يمنح فيها أقول عيسى حياتي وليس الكاف شرف تنظيم بطولة إفريقية لبلد غير جاهز ولا يضمن السلام الأمنية لضيوفه تعلمنا في 2010 ما حدث المنتخب الطوغو في كابيندا اتداءات مسلحة ومع ذلك أبقت الكاف على البطولة في أونغولا بل وعاقبة منتخب الطوغو على انسحاب تعلمنا أيضا أن الجزائر تقدمت بملف لاحتضان دورة هذه الدورة دورة القابون 2017 كان ملف كامل متكامل كان هناك فناتق في الجزائر جاهزة مواصلات ملاعب في طور الإنجاز كانت ستنتهي قبل الموعد الإفريقي ومع ذلك كانت مفجأة كبيرة حين منح حياته شرف تنظيم البطولة للقابون واليوم القابون بلد غير جاهز من حيث الفنادق من حيث المواصلات حتى من حيث تدفق الانترنت الصحفيون يعانون في القابون ناهيك عن الانفذات الأمنية أعتقد جازما بأن عيسى حياته لا يضع في الحسبان ولا يأخذ بعين الاعتبار مدى جاهزية البلد وإنما هناك عوامل غير احترافية هي التي تحدد من البلد الذي سيحتضن الدورة النهائية المفجأة وتتذكرونها جميعا حين أعلن عيسى حياته عن الكاميرون التي منحها شرف تنظيم كان 2019 ثم كونديفور كان 2021 لكن كان 2023 لم تكن مطروحة أصلا لم يفتح ملف ترشيحات لم تعاين لأن تتقدم أي بلدان بملفاتها ولم يتم تعاين معاينة الملف الرياضية لكن المفاجأة كانت كبيرة حين ملح حياته شرف تنظيم كان 2013 لغينيا لأن عيسى حياته أراد مجاملة ألمامي كابلي نائب رئيسي على مستوى الكوفيد الإفريقية من أجل احترام المعايير والملفات المطروحة إذن كما يبدو هناك فقط هي قضية مجملات قضية ربح بالنسبة للاتحاد الإفريقي وكذلك لبعض الشركات المرتبطة بالاتحاد الإفريقي لكن أيمن ألا يضر هذا بالمنتخبات الإفريقية في الدرجة الأولى وكذلك باللاعبين العرب أو اللاعبين الأفريق المحترفين في أوروبا لأنه في آخر المطاف هناك أندية مثلا مانشستان يونيتد لا يتعاقد مع اللاعبين الأفريق لأنه كل مرة كل سنتين يكون مجبرا على تسريح بعض اللاعبين المشاركة في هذه البطلة الإفريقية وفي هذا الوقت بالضبط بالطبع أولا اسمحي حضرتك والزمال رفيق السؤال لأيمن تفضل أيمن طبعا أنا بس طبعا من الواضح من النتائج اللي حدست في اليومين الماضيين والنتيجة اللي حضرتك على انتهى دلوقتي عن تأخر المنتخب المغربي أن المنتخبات العربية لديها صدمة وأعتقد أنه النقلة اللي بتتعرض لها المنتخبات على لعبيها المحترفين أو حتى اللاعبين اللي جايين من شمال أفريقيا أكيد بيبقى فيه صدمة صدمة حضرية صدمة في الإمكانات صدمة في التأقلب حتى مع الجو ودرجة الحرارة الحقيقة الشديدة والفارق الكبير بين دول الشمال الأفريقي التي تعيش أجواء باردة في هذه الفترة الإمكانات اللي أشار إليها الزملاء طبعا الزميل زفرالة والزميل رفيق كان لها تجارب كثيرة جدا في بطولات كأس الأمم الأفريقية من عام 92 لما رحنا سنغال كان منتخب مصر بيلعب في قليم زجنشور الجنوبي اللي كان بيتم إظلام المدينة بالكامل علشان الاستاديو ضاء وتقام عليه المباريات نهيك عن الإقامة السيئة الصرف الصحي كان صرف مكشوف يعني وسائل الاتصال يعني مأساوية طبعا بالإضافة إلى حتى الدول اللي يعني بتبقى فيها إمكانات أو بنية تحتية طيبة زي جنوب أفريقيا بيبقى فيها أخطار أمنية كلنا يعني بنعاني منها أو بنتعرض لها الأجواء بصفة عامة بتبقى أجواء غاية في الصعوبة المنتخب المصري منذ أن وصل يعني لم يجد فندقا يتسع للبعثة بأكملها فتم تقسيمه على فندقين تخيل أنت بقى أنه كثير من حماية الجهاز الفني يقيم في جانب نعم نعم أيمن محمد من الرباط أنا تركتك بالقصد تركتك إلى آخر السؤال سؤال الرابع لأنه الآن نريد أن ندخل في أداء المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الآن المنتخب المغربي المتخلف بهدف دون رد قبل البطولة كان هناك الكل يطبل الكل يزمر للمنتخبات العربية الأربعة بأنه قادر على تحقيق اللقب قادر على الفوز لكن حتى الآن أداء جد باهت تعادل المتخب الجزائري خسارة لمنتخب تونس الآن المتخب المغربي وكذلك متخلف بهدف دون رد ما رأيك في هذه النتائج حتى الآن للمتخبات العربية أولا في البداية أحييكم وأحيي كل الزملاء من مختلف أكتار الشقيقة لا من الجزائر ولا من تونس ولا من كل الأكتار الشقيقة في البداية أولا أضم صوتي إلى صوت كل المطالبين بضرورة إحداث تغيير جذري ونوعي وفكري داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأنه سيطرت عليه بعض العقول المتحجرة لزمن طويل وبدأت أيضا تتصرف في الجهاز وكأنه ملك شخصي لها وبالتالي أنها بدأت لا يمكن الآن أنا شخصيا لا أتفق مع من يجلد القابون ولكن يجب أن نجلد من أعطى هذه الاستضافة للقابون لأغراض شخصية انتخابية انتهازية البيروقراطية لعسى حياته الذي أصبح عالة على كرة القدم الإفريقي وبالتالي أن معركتنا نحن كإعلاميين ومعركة أيضا التيار التغيير في العالم الإفريقي هو ضرورة تغيير هذه الفئة المعمرة داخل الاتحاد الإفريقي ومن ثم أن نعطي الفرصة للكفاءات وخاصة أن الدول الإفريقية حابلة بهذه الكفاءات أما على مستوى نتائج المنتخبات الإفريقية فأقول نحن على الأقل في المغرب أن التيار الإعلامي المناضي الشريف الذي لا يطبل ولا يزمر لا للاتحاد المغربي ولا للرونار كنا نتوقع ولازمنا نتوقع أن لا تكون هناك نتيجة إيجابية خاصة على مستوى أننا نعرف ما هي الصراعات داخل المنتخب المغربي ونعرف التيارات داخل المنتخب المغربي ولكن على كل حال أن هناك وقت آمل كمواطن مغربي أن يعود الفريق الوطني المغربي بتحقيق نتيجة إيجابية نعم على مستوى نتائج المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي لو سمحت من فضلك على المنتخب الجزائري دعني أقول لك الحقيقة المنتخب القوي ليس بالنجوم ولكن بالمجموعة داخل المنتخب الجزائري هناك نجوم نفتخر بهم كعرب كمسلمين كأفارقة ولكن كمجموعة لا لأن المدرب الذي يقود هذه المجموعة غير قادر على ترويذ هذه المجموعة من اللجوم منتخب تونس بالأمس على المستوى الجولة التانية كان رائعا ونأمل أيضا في المنتخب المصري أن يكون في مستوى تطلعاتنا كما نأمل أن تعود هذه المنتخبات المغاربية إلى الواجهة في اللقاءات المقبلة نعم بالنسبة للمنتخب الجزائري رفيق ليس هناك تطبيل ولا تزمير في المغرب من لدن الإعلاميين ماذا عن الجزائر ماذا عن المنتخب الإعلامي الجزائري قبل وبعد أداء المنتخب الجزائري في المباراة الأولى والتعادل بهدفه لكل حتى أكون صريح معك هناك مطابرين في الإعلام الرياضي الجزائري وهذا شيء مؤسف هناك من يخفي حقائق من أجل إرضاء رئيس الاتحاد الجزائري لكورة القدم الجميع هنا يعلم بأننا لم نعد منتخبا قويا أصبحنا منتخبا هل منتخبا يضم نجوم لاعبين مثل ما قال الزميل الصحفي المغربي لكننا نملك مجموعة تعلمون أيضا أن رئيس الاتحاد محمد الأوراو تحول واختصر مهامه من رئاسة الاتحادية وتطوير الكورة الجزائرية إلى رعاية منتخب واحد وكأنه نادي قام بتغيير أربعة مدربين لحد الآن نعم أربعة مدربين في سنتين منذ مونديان البرازيل في 2014 كان هناك واحدة للوزيج ثم كريسون جوركيف ثم ميلوفان رايفات وأخيرا جورج لكينس رئيس الاتحاد هو الذي يقود ربما حملا لتهديم المنتخب الجزائري بسبب قرارات أحدية لقد أقصى وأنا أقول بأن رئيس الاتحاد هو الذي كان وراء إقصاء وإبعاد كار مجاني وصفين فيغولي من الكار لأن الناس كان فيغولي انتقد الاتحاد وقال خيار رايفات كان خاطئ المتعاف الاتحادية وكار مجاني اعترف بعد مهزلة نيجيريا بأن المنتخب الجزائري صار صغير ما يحدث اليوم للمنتخب الجزائري بعد مباراته أمام زينبابوي أنا كنت أتوقع هذا السيناريو قلت أن المنتخب الجزائري لو عاد بتعادل ستكون نتيجة إيجابية لأننا أصبحنا اليوم منتخبا دون روح نعم والآن فقط نستمع مشاهدنا لارتصامات وآراء اللاعبين الجزائريين بعد المباراة بعد التعادل بهدفين لكل فوزي غلام مع رياض محرز أعتقد أن الأخطاء الدفاعية جعلتنا في وضعيات صعبة لأننا ندرك أننا نملك الإمكانيات في الخط الهجومي وقادرين على التهديف في كل مرة نتلقى فيها هدفا بسبب أخطاء فردية أو التمركز السيء فإن ذلك سيصعب الوضع لمهاجمين لأن ذلك يجبرهم على الاندفاع إلى الأمام لتحقيق نتيجة لم ننتظر مباراة سهلة وكما يقولون في إفريقيا لا توجد مباراة سهلة لم نكن في المستوى في الشوط الأول ولم نلعب بمستوانا المحود تحسن أداؤنا في الشوط الثاني وكان بوسعنا التسجيل في عدد من الفرص لكننا أهدرنا العديد منها وليس بوسعنا سوى لوم أنفسنا وعلينا مواصلة العمل والإعداد بصورة جيدة لمباراتنا القادمة ضد تونس ضفر الله بالنسبة للمنتخب التونسي تحدثنا عن المنتخب المغربي تحدثنا عن المنتخب الجزائري بالنسبة للمنتخب تونس الصحيح أنه نهزم في المباراة بهدفين لكن الكل يشير أو يشيد بأداء المنتخب التونسي يقول بأن المنتخب التونسي أن هذا بعيدا رغم الخسارة ما رأيك في أداء المنتخب التونسي بعيدا عن الخسارة بهدفين كجماعة لا أتفق مع هذا الرأي في البداية كانت وسائل الإعلام التونسية تقول بأن منتخب تونس هو أحد الأوراق البارزة والرابحة في هذه المجموعة لكن بعد نتيجة الأمس يعني الرسوب في هذا الاختبار هو أول اختبار أعتقد أن تونس باتت الحلقة الأضعف هذا ليس تشاؤما وإنما هي حقيقة هي قراءة لما شاهدناه من أداء المنتخب التونسي صحيح أن كاسبر زاك بالأمس يعني تخلى عن أسلوبه الدفاعي المعروف ودفع بالفريق للهجوم ولكن المنتخب في الشوط الثاني يعني رغم أنه استطاع أن يصنع اللعب وأن يحدث يعني كما كبيرا من الفرص إلا أن المدرب سنغالي كان ذكيا جدا عرف كيف يعاقب الدفاع التونسي على خطأين المباراة يعني تلعبت على جزئيتين خطأين دفع ثمنهما المنتخب التونسي الضريبة لكن منتخب تونس في الشوط الثاني إحقاقا للحق يعني استحوذ على الكورة أكثر بكثير من منتخب سنغال ولكن تبقى اللمسة الأخيرة كانت غائبة جدا لننسى أيضا أن الحظ أيضا أدار بذاره لتونس يعني كرة على العارضة الحارس السنغالي كان في يوم يعني رهيب يعني استطاع أن يلغي ثلاثة أهداف محققة مع هذا أقول أن الآن منتخب تونس في عنق الزجاجة لأنه سيواجه منتخب الجزائر منتخب الجزائر الذي يبحث عن الفوز منتخب الجزائر الذي لو لا وصفة سحرية من رياض محرز لخرج منهزما هو أيضا إذا المباراة إذا المباراة أقول وأعيدها أن منتخب تونس لا أراهن على منتخب تونس في هذه المجموعة وأرى منطقيا بأن بطاقات التأهل سوف تذهب لسنغال زمبابوي وربما يدخل المتخب الجزائري طرفا في المنافسة على البطاقتين أنور السؤال آخر في هذه هذا يتوقف على نتائجي نعم نعم أخذنا بالنسبة للمتخب التونسي بالنسبة لكابتن أيمن بالنسبة لآخر السؤال قبل أن ننهي هذه الفقرة الأولى هل تراهن على المنتخب المصري والله المنتخب المصري يذهب إلى كأس الأمم الأفريقية بعد ثلاث بعد ثلاثة إخفاقات في ثلاثة بطولات أو ثلاثة بطولات ماضية كان المنتخب المصري قد احتكر اللقب لثلاثة بطولات متتالية 2006 و2008 و2010 ثم خرج في البطولات التي أعقبت أحداث اللي جرت في مصر 2011 وبالتالي المنتخب المصري يعني بيعود من جديد لبناء فريق على المستوى الأفريقي الطموحات الآن لدى الجمهور المصري كلها مرتكزة أو متركزة على أنه يصل إلى كأس العالم خاصة أنه أصبح بيتصدر مجموعة وفي التصفيات بالطبع المواجهة مع مالي في المواجهة الأولى اللي ستكون إن شاء الله غدا الثلاثاء مواجهة ما هيش سهلة لأنه الفريقين اتقابلوا عشر مرات تقريبا عدد مرات الفوز متساوية أربع مباريات كانت ست مباريات ودية وأربع مباريات رسمية المباراة الوحيدة الرسمية للعباء المنتخب المصري مع منتخب مالي كانت في تونس عام 1994 والمنتخب المصري تعرض للهزيمة 1-0 بالتالي المواجهة صعبة وموقف المنتخب المصري ليس سهلا ولكن كمان كوبر هو مدرب جديد على القارة الإفريقية لأول مرة يخود مباريات على المستوى المنتخبات الإفريقية وبالتالي هناك شيء من الصعوبة متوقعة وإن كان هناك آمال أن المنتخب يتجاوز ونتمنى ذلك من طبيعة الحال ويدفع بعدد جديد من جيل جديد من جيل جديد لا يزال ليس هناك إلا أربع لعبين من أصحاب الخبرات الذين كانت لهم من السابق من التجربة الإفريقية إذا نتمنى من طبيعة الحال ذلك بالنسبة لمنتخب المصري وكل المنتخبات العربية الأخرى مشاهدين بعد الفاصل نواصل الفقرات اليوم دائما مع أمم إفريقيا 2017 ألقاكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر